عصابة اللي في الجزائر في طاقارة ولا في المورادية ولا أين شئت جاتها يعني جاتها فرصة استثنائية باش يقولون شفتوا قلنا لكم بأن المخزن قلنا لكم بأن المغرب والنظام المغربي والمخزني يريد تكسير الجزائر أنا قلنا لكم سمعتوا السفير المغربي ولا ما سمعتوش تحبوا تسمعوه وقدموه آنذاك في القنوات والمواقع والدور كل ها الدور وش قال السفير المغربي وش قال السفير المغربي وش قال السفير المغربي إلى درجة أن كان واحد قنص المغربي أيام الكورونا في 2020 أو 2021 في وهران يحضر معه مغاربة كانوا حصلوا في الجزائر باش يدخلوا للمغرب وهو يحضر قالهم رك ما عارفين هذو الدولة عادو ولا هذو العدو ولا وكان واحد من اللي كانوا معاه سجلها وعطيت للديارس وخرجت ودروا بها وبدأ عند الشعب الجزائري شوف يقول لهم ها مسؤولين أمر مغاربة يقولوا علينا احنا الدولة العدو طبعا العصابة اللي في المرادية أو في تاقارا أو تخفي أن شنغريحة في 2016 خرج وقال العدو المغربي ونتمنى اللي عنده هذا المقطع يبحثولي يعني مساعد بحث عليه شوية وملقاش شنغريحة في 2016 خرج وقال العدو المغربي وما زاره يتكلم كل مرة يقول العدو الكلاسيكي أي أن العصابة في الجزائر تتغذى من تصريحات بعض المسؤولين المغاربة اللي هي مش ضد العصابة هي ضد الجزائر عندما يكون الأمر شوفوا يا أخوانا قلنا نكون واضحين وأنا قلتها هذه في المغرب ونعود نقولها نايم عندما يكون الأمر خصومة بين النظام المغربي والنظام في الجزائر أو العصابة في الجزائر هذا أمر يخصكم برغم أننا ما نفضلوه ولا نريدها لأننا نتأثر على البلدين وتأثر على الشعبين وتضعف المنطقة كلها لكن عندما يتحول هجومكم أنتم كمسؤولين مغاربة بعض المسؤولين مغاربة عندما يتحول هجومهم ضد الجزائر كوطن هذه ما فيش جزائري يقبلها لما أتفهم جيدا أن ما فيش مغربي يقبل تهجم على وطنه ولا على بلاده ولا على وحده الترابية أتفهم ذلك تماما محق كل واحد كل واحد يدافع أخرى أنا قد أتفهم كثيرا أخوانا المغاربة اللي يقول لك أن النظام الجزائري يحب يكسر الوحدة الترابية وواواواوا محقين في جزء كبير فيما يقولون لكن عندما تخرج مسؤولة مغربية مديرة الأرشيف الوطني مثلا وتتحدث عن الصحراء الشرقية قبل حوالي سنة ونصف أو سنة دعونا نرى ما لدي هنا هذه خاصة نعطي هذه التفاصيل لإخوانا المغاربة لأنني أنا بالنسبة لي أنا أغلاء متهمني جنسيتك كن هندي أمريكي كن ماليزي يهمني أنت مع الحق ولا مع البعض الجنسية تأتي من بعد إضافة قد نشترك في الوطن إلى آخر بسحنا كجزيريين وشنا معهم رحي مع عركتنا رحي مع عركتنا مع جزيريين يعني نشترك معهم في الجنسية ولكن نختلف معهم في الحق والباطل نظام ظالم عصابات مجرمة وظالمة ومدمرة إذن ما تهمنيش عن جنسيتك إلا في مرحلة أخيرة قد أهتم بها لكن اللي يهمني الحق والباطل خاصة إذا كنت مسلم وكان الإنسان يزعم أنه مسلم يهمك الحق والباطل مش اللي باسم الوطنجية ستدافع عن نظام حكم أو عن مسؤولين داخل هذا النظام الحكم مهما فعلوا ومهما قالوا هذا تولي عبد ذليل تولي ذنب إذا أحسنوا تكون معهم وإذا أساءوا تكون معهم لا في مسؤولة أما مغربية كانت خرجت جرائد كثيرة منها مثلاً ماروك يبدو إلى آخره ومصورة دايا ربع الجزائر ويقول لك الصحراء الشرقية خرجت مسؤولة مغربية قبل فترة وقالت تحدثت على ما اسمته الصحراء الشرقية واش تقول فيها؟ تقول فيها بأن الجزائر داتنا الصحراء الشرقية بهذا المعنى هذا غير مقبول يا أخوان هذا غير مقبول ترجمة نانسي قنقر